السلام عليكم متابعي دراما سبورت امت بتعرف انه اللاعب بيشكل حالة مختلفة او حالة فريدة عن بقية اللاعبين لما بقية الاندية بتشتري لعيبة وبتشتري مهاجمين فقط لينافسوا هذا اللاعب كل موسم عم نشوف الاندية السعودية عم تشتري مهاجمين لينافسوا السومة لكن الشي الفريد انه السومة بكل موسم عنده بصمة واضحة بالدور السعودي هالسنة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله لاعب نادي النصر سجل ارقام خيالية بالدور السعودي 34 هدف بالدور السعودي كافضل رصيد تهديفي بهذا الدور ارقام عبدالرزاق حمد الله ارقام خيالية ولازم نرفع له القبة عليها لكن المقارنة مع عمر السومة ظالمة وما بتجوس ما فيك تقارن لاعب مثل السومة اسطورة من اساطير الدور السعودي بلاعب هالسنة عم يقدم مستوى خيالي وممكن بالسنة الجاي يقدم مستوى سيء السومة خلال المواسم الماضية بالدور السعودي حقق لقب الهداف ثلاث مرات والوصيف مرة ودائما بيكون منافس على لقب الهداف حتى هذا الموسم واللي كان بيعاني فيه السومة من لعنة الاصابات سجل فيه 13 هدف بالدور السعودي رقم مانه سهل ومانه بسيط كمان بدوري ابطال اسيا عم نشوف السومة هو هداف نادي الاهلي سجل 6 اهداف وساهم بتأهل نادي الاهلي للدور الثاني من دوري ابطال اسيا بصراحة يا شباب لما بشوف الحسابات العربية على وسائل التواصل الاجتماعي ومقارنت اي لاعب بالسومة فهذا الشي غريب ومستغرب لازم تقارن عبد الرزاق حمد الله بغوميز لاعب نادي الهلال لكن مقارنته بالسومة فهذا الشي مرفوض تماما كمان المقارنة بين لاعب نادي الاهلي ما بيمتلك خط وسط جيد كخط وسط نادي النصر ونادي الهلال فهذا الشي كمان امر ظالم السومة ما بيلعب مع لعيبة خط وسط بنفس نوعية وكفاءة لعيبة نادي النصر والهلال لو السومة بيلعب مع النصر والهلال كان ممكن يسجل 50 هدف لذلك يا صاحبي اذا شفت اي مقارنة بالحسابات العربية ومقارنة اي لاعب بالسومة اكتب اسم السومة واكتب انه الافضل وكون مرتاح البال مو لانه سوري لكن لانه هو اسطورة بالدور السعودي والارقام بتشهد له هذا كل شي حبيت احكي عن المقارنة الحاصلة بين السومة وبقية لاعبية الدور السعودي على الحسابات العربية بتمنى اعجبكم الفيديو كونوا بصحة وخير وسلامة